بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوني نهاردة نبتدي مع بعض جزء جديد من شابتر فاونديشن ألا وهو الكونكتف تيشو أو النسيج الدوم ونشوف مع بعض إزاي ربنا حيأهل هذا النسيج عشان يقوم بالوظيفة بتاعته ونقول هي إيه الصفات المشتركة أو اللي بتميز النسيج الدوم أول حاجة إن النسيج الدوم ده الأرجل المصدر بتاعه بيطلع من الميزودرم وإحنا أخذنا قبل كده الميزودرم ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الطبقة الوسطى في الجنين لما جينا أخذنا الاستمثل قلنا إن الجنين ده بيطلع من ثلاث طبقات طبقة اسمها اكتودرم وطبقة اسمها اندودرم وطبقة اسمها ميزودرم موجودة في النص وقلت لكم وقتها إن الميزودرم ده ده اللي بيديك النسيج الدوم بتاع الجسم أو الكونكتف تيشو تاني حاجة بتميز الكونكتف تيشو إن فيه variable degrees of vascularity يعني إيه؟ يعني فيه أنواع منه بيبقى فيها blood vessels كتيرة ونوع تاني بيبقى كمية الـ blood vessels فيه بتبقى قليلة تالت حاجة إن هو بيحتوي على مجموعة مختلفة من الخلايا كل واحدة فيها بيبقى ليها وظيفة معينة زي ما هنشوف بعد شوية ورابح حاجة إن الخلايا دي بتبقى قاعدة على مصفوفة بقول عليها الاكسرا سيليلر ماتريكس يعني خلايا لا طايرة ولا عيمة لأ دي قاعدة على مصفوفة بقول عليها اكسرا سيليلر ماتريكس طيب عايزين نشوف هو إيه التركيب بتاع الكونكتف تيشو حسألك كده إنت لو جاي وعايز تبني بيت عمارة محتاج إيه؟ محتاج أرضية تبني عليها العمارة محتاج عواميد خشب وحديد محتاج توب وزلط هو ده بالضبط اللي أنا عايزاه عشان أبني كونكتف تيشو ما معنى؟ أنا عايزة أولا أرضية عشان أبني عليها الأرضية دي بسميها هنا تاني حاجة أنا عايزة عواميد خشب وحديد العواميد دي اللي هي عبارة عن الفايبرز وعايزة توب وزلط اللي هو حيب عبارة عن إيه؟ عبارة عن الخلايا بتاعتي خلينا أقول لك إن الأرضية اللي هي ground substance بالألياف بتاعتي اللي اتنين على بعد كده بسميهم كلمة بقول عليهم الماتريكس أو المصفوفة وكلمة مصفوفة يعني إيه؟ مصفوفة يعني فيه حاجة حتتصف عليها مين اللي حتصف عليها؟ السلز أو الخلايا بتاعتي اتفقنا؟ خلينا تجي مع أول مكون عندنا لكونكتف تيشو اللي هو عبارة عن ground substance ونقول هو ground substance بيكون من إيه؟ بيكون من ثلاث حاجات أول حاجة اللي بقول عليها interstitial fluid أو اللي انتو أخدتوها في الفيسيولوجي تحت مسمى الاكسرا سيليلر فليود أو الفليود اللي بيبقى محوط الخلايا عشان يغزيها الفليود ده هو بيعمل إيه؟ الفليود ده بيجي يغزي الخلايا بالنيوترنت وبعد كده إيه؟ يوم جاي واخد منها الويستي بروود طيب هو interstitial fluid ده مين من شاءه؟ من شاءه البلود إزاي؟ خلينا أقول لك إن الخلايا بتبقى متحوطة بشعيرات دموية كابيلرس الكابيلرس دي بيبقاناها ناحية أرتيريال وناحية فينس بديجي البلود وماشي عند الارتيريا الاند بتاع الكابيلرس بيبقى البرشور بتاعه عالي بقول عليه بيبقى له high hydrostatic pressure فنتيجة كده بيجي البلازمة البلازمة ده عبارة عن فليود بيجي يهرب من الكابيلرس عند الارتيريا الاند تمام؟ اللي هو الفليود component بتاع البلازمة يجي يهرب من الكابيلرس ويجي يقعد في تشو حوالين الخلايا ويعمل الانترستيشال فليود الانترستيشال فليود ده ده بيبقى غني بايه؟ ده بيبقى في النيوترنت اللي هتغزي الخلايا طب وبعد ما يغزي الخلايا ايه اللي يحصل؟ هياخد منها الويست الفضلات ويخرج الفليود فين؟ عن طريق الفينوس اند بتاع الكابيلرز يبقى انا عندي كده ايه؟ عندي فليود دخل من الارتيريا الاند تمام؟ اللي هو الانترستيشال فليود عشان يغزي الخلايا وبعد ما غزيها اخد بعضه وخرج من الناحية التانية عند الفينوس اند يبقى انا لازم يكون عندي حالة من التوازن ما بين كمية الفليود اللي دخلت التشو ها؟ وكمية الفليود اللي هتخرج من التشو لازم الكمية اللي دخلها التشو تبقى قد الكمية اللي خرجها لازم الكمية اللي دخلها تبقى قد الكمية اللي خرجها ليه؟ لأن لو كمية الفليود اللي دخلت بقت أكتر من اللي خرجت بتحصل حاجة اسمها إديمة أو اللي بول عليها ارتشاح مائي يعني إديمة أو ارتشاح مائي إديمة معناها أن حصل حالة من فقد التوازن ما بين كمية الفليود اللي دخلت تيشو وكمية الفليود اللي خرجها من التيشو بمعنى أن اللي خرج من التيشو أقل من اللي دخل فده معنى إيه؟ معنى أن فيه فليود هنا هاتجمع في التيشو معنى أن كمية الانترستيش الفليود هنا بقت إيه؟ بقت زايدة حوالين الخلايا طب ولما كمية الانترستيش الفليود هتزيد هتعملك إيه؟ هتعملك الإديمة أو الارتشاح المائي اللي هي بالضبط كده المنظر أنت شايفه ده أنا عندك ده دلوقتي ده رجل أو قدم بتاع شخص طبيعي وده شخص عنده إديمة أو ارتشاح مائي بتلاقي رجليه إيه ورامت؟ هي رجليه ورامت ليه؟ لأن كمية الانترستيش الفليود في التيشو زادت كمية اللي خرجها أقل من الكمية اللي دخلت الكوناتف تيشو ودي بنشوفها كتير في الناس مثلا الكبار في السن اللي بيعودوا على الكرسي بمدة طويلة وهم مدلدرين رجليهم بنشوفهم في الناس اللي هم عندهم أمراض القلب الناس اللي عاملوا عندهم أمراض الكلا كل دي حاجات بتسبب فقد التوازن ما بين الكمية اللي دخلها الكوناتف تيشو وبين الكمية اللي خرجها بيحصل زيادة في تجمع الانترستيش الفليود جوه الكوناتف تيشو اتفقنا؟ نروح عن لتاني كمبونت عندنا من الكوناتف تيشو أو تاني كمبونت من الجراون سوبستنس ألا وهو الأدهيزف جلايكو بروتين يعني أدهيزف جلايكو بروتين؟ أدهيزف جلايكو بروتين معناها جلايكو بروتين شغال كجلو جلو يعني إيه؟ يعني سمغ يعني بيلزق بيلزق إيه؟ بيلزق الخلية في المصفوفة اللي هي قاعدة عليها يعني إيه؟ يعني دلوقتي يا سرباية بدي عندي عبارة عن الخلية بتاعتي السل اللي هي موجودة في الكوناتف تيشو متفقين إن هي قاعدة على مصفوفة المصفوفة دي بتحتوي على ألياف فيبرز أهي الألياف اللي أنا شايفها دي فأنا محتاجة ألزق الخلية دي في الفايبرز ده حلزقها إزاي؟ فاكرين يا شباب لما أخدنا في السيل ميمبرين إن أنا عندي في حاجة اسمها ترانسميمبرين بروتين وأخدنا ترانسميمبرين بروتين في حاجة منه اسمها اللينكر فاكرين اللينكر وقلنا وقتها إن اللينكر ده وظيفته إن هو بيجي يمسك الخلية في المصفوفة اللي هي قاعدة عليه فأنا هنا هعمل إيه؟ هجيب الترانسميمبرين بروتين ده أمسكه في المصفوفة اللي هو عبارة عن الفايبرز عن طريق شايفين اللي أخد حرف القل ده اللي أخد حرف القل ده إيه؟ ده عبارة عن الأديزيو جلايكو بروتين بتاعي فأنا كده عملت إيه؟ جدمت سكت الخلية في المصفوفة اللي هي قاعدة عليه جاء الأديزيو جلايكو بروتين ده رزق لي الخلية في الفايبرز بتاعة الجراوند سابستنس اتفقنا؟ إجزامبل شهير للأديزيو جلايكو بروتين حاجة اسمها الفايبرو نيكتين فايبرو نيكتين وخلينا متفقين إن كلمة نيكتين معناها رابط فايبرو نيكتين يعني إيه؟ فايبرو نيكتين معنا إن هو حيربط الفايبر بمين؟ بالخلية تعالوا مع بعض ونروح على تالت مكون لجراوند سابستنس ألا وهو البروتشو جلايكينز إيه البروتشو جلايكينز ده؟ البروتشو جلايكينز ده من اسمه عبارة عن مقطعين بروتشو يعني بروتين وجلايكين يعني حاجة اسمها جلايكو زامين وجلايكينز أو بنختصارها بنول عليها الجاكز البروتشو جلايكين ده شكله إيه؟ بالضبط كده شابه الفرشة اللي احنا بنخسل بيها الأزاز الأزازة مش الأزازة بقول عليها البطل براش أو براش بطل تمام؟ الفرشة دي بتتكون من إيه؟ بتتكون من عصايا في النص العصايا دي عبارة عن بروتين وطلع منها شعر من الجناب الشعر ده اللي هو عبارة عن الجلايكو زامين وجلايكين اللي هو في منه أنواع نوع بقول عليه كوندرويتين صالفيت ونوع بقول عليه اسمه كيرتان صالفيت خلينا أقول لك أن في القناة تفتيشه بيجي كذا بروتشو جلايكين كذا فرشة وتمسك في موكيول كبير من الهياليورونيك أسد الهياليورونيك أسد فبيعمل لك حاجة اسمها بروتشو جلايكين أجريجيز يعني بروتشو جلايكين أجريجيز يعني تجمع للبروتشو جلايكين إيه فايدة التجمع ده؟ خلينا متفقين زي ما قلنا أن الجلايكوزامين وجلايكان ده في منه عندي أنواع زي كوندرويتين صالفيت وكيرتان صالفيت من اسمه صالفيت يعني إيه؟ يعني بيبقى هايلي صالفيت وإيه الفايدة لما يبقى هايلي صالفيت بيبقى نيجاتيب ليتشارجت وإيه فايدة لما يبقى الشحنة بتاعته نيجاتيب سالبة إيه الفايدة؟ إن هو بيعمل لك ترابينج للووتر بيحبس لك المية في التيشو بالضبط كده زي لو أنت جبت سفينجة حطيتها في مية السفينجة دي هتعمل إيه؟ هتشرب لك المية هتسحب لك المية هو ده بالضبط اللي بيعمله لك البروترشو جلايكان أجري جدا فلما يسحب لك المية يخلي لك الكونسيستنسي بتاعك تفتيشه إيه؟ بيبقى عبارة عن فيسكاس جيل يعني جيل كده إيه؟ بيبقى لازج لازج لأن انت جيتها عملت إيه؟ حطيت شوجر اللي هو جلايك وزي مينه جلايكان على مية فخليت الكونسيستنسي هنا بيبقى إيه؟ بيبقى فيسكاس جيل جيل لازج يا ترى إيه فايدة الجيل اللازج ده اللي بيحبس المية؟ كزا حاجة أول حاجة عندي إنه هو بيشتغل كوسط وسط تقدر من خلاله نيوترون إنها تعدي بسهولة بسهولة وتروح من البلد للخلية وبعدين بعد كده الويست يرجع تاني على البلد ليه؟ لأنه هو بيبقى إيه؟ لازج فالنيوترون تقدر إيه؟ تتزحلق تتحرك بسهولة من البلد للخلية والعكس تاني حاجة بما إن إحنا زي ما قلنا إنه هو بيجي ويه؟ بيمص المية فممكن أقول إنه هو يقدر إنه هو يعمل resist للcompressant يقاوم الضغط أو بمعنى تاني بيقول عنه إنه هو act as choke absorber ممتص للصدمات أه زي يعني إيه ممتص للصدمات؟ يعني لو جيت قلت لك مثلا إن أنا جيت ويجي كده تمام؟ وديتك بوكس فين في وشك أكيد حيبقى مؤلم طب إنت عايزت تتفادى هذا البوكس هتعمل إيه؟ هتجيب مخدة تمام؟ وتحطها قدام وشك بحيث إن أنا مماجد ديك البوكس مين اللي حيمتص الصدمة؟ المخدة أو بالضبط هنا ground substance هيعمل كده ground substance زي ما قلت لك عبارة عن إيه؟ سفنجة مشبعة بالمية فإذا لما يحصل تروما خبطة على connective tissue أو خبطة عمتا على جسمك مين اللي حيمتص الصدمة؟ ال connective tissue اتفقنا؟ ثالث حاجة بما إن consistency برضو بيبقى لزج فده بيمنع البكتيريا إنها تقدر إنها تختارك connective tissue إلا إن في بعض أنواع من البكتيريا بتقدر إنها تفرز إنزايم اسمه هايالو يورونيديز هايالو يورونيديز من اسمه أي حاجة فيها إيز معناها إنها بتحلل يعني هتيجي وتحلل لك مين؟ الهاياليورونيك أسب فبالتالي ها حتفكك البروتشو جليكان أجريكتز ده حتفكك تجمعات البروتشو جليكان فلما تفككوا إيه اللي يحصل؟ لأ خلاص الconnective tissue حيفقد الإيه الفيسكوستي بتاعته اللي زوجة بتاعته فده بيسهل اختراق البكتيريا على الconnective tissue اتفقنا؟